السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسناً من تابعي قناة ليتقامس كل الشيء قلعب جانكم في تجيدي بقناة لابيت مودر ومارشيبه الشاركة أمس نزلت تحديث جديد أو تصليح خلنا نقول سوى التعديلات بعد ما نزل الاصدار الرسمي أكوائي أمور عدلوا بيها ورح نشرحها من خلال هذا المقطع وبعض الملاحظات حت شعوننا بيها مهمة جداً هم رح نشوفها ونتعرفها لها بهذا المقطع فحطونا لايك شاكونا بيديو أصدقائكم يا حبيب قلبي أول شيء الشركة قالت أنه هذا التعديل هو مهم جداً للتوازن باللعبة زين حلو خلنا نعرف جونا على التوربيدات عندنا توربيد سلوت اللي هو بليفل 20 هذا التوربيد قدامكم يا شباب هذا التوربيد عدلوا عليه زادوا السرعة مالته والضرر مالته زاد 500 حلو حلو التوربيد الثاني الفيزيكس نفس الوضع زاد 500 وزاد السرعة مالته اللي هو هذا جونا على التوربيد التي أي 53 زادت عدد الوحدات بي من 16 إلى 22 مفروض ينكاتبين زائد 6 المارك صار 21 طوربيد زوده 7 يعني كمية الطوربيدات زادت عدنا الدفاع الجوي S400 الروسي اتغير الشكل مالته وصار هكذا نفس البطاريات اللي موجودة على الشاحنات ونفس الشكل الحقيقي اللي موجود بالواقع زاد الضرر مالته إلى 650 زوده 200 يعني صارو دفاع الجوي أقوى بعد S400 اللي موجود على الRF شتورم عدنا صاروخ يا شباب CG10 زادوا أو CG20 عفو زادوا الدم مالته والسرعة مالته بالاطلاق يا حباب قلبي السرعة صارت أكثر مناورته أفضل من قبل الS500 المدى مالته زادوا زائدا القوة مالته كذلك زودوها الدفاعات الجوي بشكل عام زودوها 20% عن السابق راجمة الارسنال اللي هي بوجودة فقط بالارسنال قامت تضرب الغواصات حانيا تعديل بالطائرات وحركة المناورة من الطائرات يعني الطائرات المقاتلة أو الدفاعية عدلوا بحركة المناورة والسرعة مالتها بشكل عام حد تتفاضل دفاعات الجوي بس هيدفتهم شيء واحد أنتو زودتوا دفاعات الجوي 20% أو 25% كل دفاعات الأي أي كلها صارت قوية أذن أذن الطائرات هنا ستكون موضع صعب ليش شون السبب هذا ما حد يعرفه طبعا هاي بالنسبة للفكس والتعديلات البف اللي صار والنيرف بالتحديث الثانوي اللي ننزل طبعا قالت الشركة شغلات مهمة من ضمنها أنه عناصر التذكرة اللي هي البطلباس حاليا مثلا القاصفة أو الدرون أو السفينة اللي ينباعا بالسوق الحرة رح يكون المتاحات بالموسم القادم أو بالشهر القادم لكن مو من بدايته كل 45 يوم ينزل السفن يعني مثلا أنت بديت واحد ثمانية سيزن 15 تسعة تنزل ما للشهر الثامن يعني وراء 15 يوم من شهر التاسع من نزل السيزن الجديد ينزل ما السيزن السابق هكذا رح يصير النظام يا أصدقائي بالرويال باس طبعا اللعب والترتيب مالتانك نقدر نقول قاد الشركة أنه بشكل شبه كامل انتهى طور الدبابات بشكل شبه كامل انتهى بما معنى أنه نسخة الألفة أو تجربة دبابات قد تكون متاحة واحد تسعة قد تكون متاحة واحد تسعة أي الشهر القادم وهذا خبر ممتاز جدا بل رائع لنا نجرب نسخة الألفة وياكم يا شباب بطور الدبابات نأتي إلى آخر أمر مهم وهو يسلون علي ريت السكن هل رح يكون متاحة؟ نعم شباب هذل السكن رح يكون متاحة مع السفين أنت الرؤية الباص فور رح يصولكم عليها إن شاء الله استمتعتوا سببت من معلومات يا أصدقائي شكرا لقد قادم في أمان الله شكرا لقد قادم